أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم حلو الكلام مع مانيل من حوالي شهر عمل الفنان الكبير محمد صبحي حفل تكريم للنجوم اللي أثروا في مسيرته من ضمن المكرمين كان فيه فنان ووصفوا الأستاذ صبحي بأنه كان برنس برنس على المسرح وبرنس في الحياة وأنه استمتع بالعمل معاه وكمان رغم مسيرته الطويلة لكنه فنان ما خدش حقه بحق وحقيق الفنان ده هو وظيفنا النهاردة والكل اللي اشتغلوا معايا من الوسط الفني وصفوه بأنه من أطيب وأجدع الناس خلف الكاميرا وأداءه قدام الكاميرا سلس جدا لدرجة أن الفنانة دنيا عبدالعزيز قالت أنها لما كانت طفلة كانت بتحب المشاهد اللي بتمثلها معاه والحد دلوقتي لسه الروح دي موجودة فيه والنقاط بيوصفوه بأنه ملح الأعمال اللي بيشارك فيها ده اللي قاله أستاذ صبحي وللإعداد قاله أنا بقى مش عارف أقول عنه إيه لأنه أنا بحبه بجد بحبه قبل ما يبقى فنان بحبه كأخ وكصديق وضفعتي في المعهد وعشرة طويلة حلوة بجد يعني أنا ما شفتش قلبي طيب كده يعني في زمال كتير لينا طيبين الحقيقة بس قلبه قلب طفل بجد ورغم أنه أكبر مني في السنب كتير اللي بحس أن أنا أمه عارف دايما في حد جدا يديك إحساس أن أنت أمه أبوه لازم تاخد بالك منه ضفنا تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي وهتعرفه هو مين أهلا يا أخويا الفنان الجميل أيمن عزب أهلا بيك يا مانا أنا متشكر جدا على المقدمة اللطيفة دي وعلى الكلام اللطيف اللي أنت قلتي دا وإلا أنا متأكد أنه دي مشاعرك الحقيقية وربنا أعلم أنها كمان مشاعر أنا كمان تجاهك أنت أخت عزيزة وصديقة عزيزة وقريبة جدا إلى قلبي وطول عمري بيعتبرك زي أختي أنت يعرف زي أمك زي أمك فك كده إحنا مش قاعدين في التلفزيون إحنا قاعدين في الصالون لا والله يفاكد خلص حبيبي أيمن أيمن عزبين نبتدي الأول بالكلام الجميل اللي قاله الأستاذ صبحي في الاحتفالية اللي عملها أنه احتفى بكل اللي اشتغلوا معاه عبر خمسين سنة فاته ومش عايزة أدخل في النقطة دي أنه انتقط على السوشيال ميديا أنا شخصيا فرحانة يعني فيه فنان كبير عمل التقليد ده صحيح فقلنا رأيك في اللي قاله الأستاذ صبحي وفي الاحتفالية بشكل عام حاول رأيي الأول في الاحتفالية يعني الحقيقة حاجة ما حدش عمالها قبل كده أنه أنا أكرم الناس اللي عملت معي اللي أنا بعتبر أن هي تبقى هي اللي أثرت المسيرة الفنية اللي أنا عملتها فده تقليد جديد عمل الأستاذ صبحي وده أستاذ صبحي مش غريب عليه أنه يكون صباق في أفكار يعني مختلفة والشكل كمان بالشكل إخراج المسراحي بالطريقة التنظيم ده برضو مش غريب على أستاذ صبحي اللي اشتغل مع أستاذ صبحي يعرف أنه شديد التنظيم وعمل كل الحاجات زي ما هو متصور بالظبط أنا الحقيقة شرف لي طبعا أن أنا أكون واحد من الأثار في مسيرته الفنية لأن مسيرته الفنية مسيرة يعني مشرفة للفن المصري والعربي عموما والتعامل معها الحقيقة أنا بالنسبة لي كان التعامل مختلف يعني أنا الحقيقة في ناس من كتير من زميلنا لما الأستاذ صبحي فتح فرقة ستوديو 80 راحوا تقدموا علشان يشتغلوا معا أنا ما عملش كده أنا انتظرت وده مش مش تعالي ولا حاجة بالعكس خلص أنا يعني خجل أني انتمت عشان تعرفيني ببقى بتاعت ساعات مرات الناس بتفتكر دات عالي أو حاجة لكن والله بيبقى خجل مش أكتر وانتظرت لما هو بعث لي وأنا كان نفسي أشتغل معها وبعث لي في كارمن واشتغلت معها وحصل علاقة طيبة جدا مع بعض وبعدين اشتغلنا مع فرس بالأجواد كنت عامل سين مار بيك وهو كان شفني برنس يعني في الحقيقة وفي الحياة وفي التمثيل ما أنت برنس يا أيمن اسألنا أنا يعني أنا كانت حاجة كويسة بالنسبالي وشفت زمايل كتير لي ما شفتهمش بقالي كتير ويومها وامبسطت جدا وحاجة كويسة في حياتي وفي تاريخي يعني أنه أنا أتكرم من القصة الصبحي هو قال أنك ما أخدتش فرصتك لحد الوقت يا عين وأنا شايف أن فيه جيل كتير يعني فيه جيل كبيرة ظلم في القصة دي أنت شايف إيه في حكاية ما أخدتش فرصتك بصي أنا أنا شايف أنه أنت ممكن تاخدي فرصة كويسة وتثبتي نفسك وتثبتي جدارة وده حصل لنا على مدار حياتنا الفنية أنا وأنت وناس كتير من زمايلنا لكن هو عشان تثبتي ده ويفضل موجود لازم يبقى فيه حد مؤمن بهذه الموهبة ويكرر ده ورا بعضه علشان يتسمر النجاح اللي أنت بينت فيه موهبتك ولذلك أنا لما كان حد بيبعتلي من الناس الجديدة حتى لو دور مش كبير ويسموه ضف شرف علشان الدور مهم وعايزين يجيبوا حد فيه أكثر أهمية شوية ويبعتوا لي كنت بروح أشتغل وبأشتغل بنفس الإخلاص اللي أنا بأشتغل به مع حد زي الأستاذ أينعم محمد علي في أدوار مهمة عملتها معها مع الأستاذ وفيق وجدي الله يرحمه في أدوار مهمة عملتها تعملت السنباتي هايل يعني ده فضل ربنا الأول ومؤلف كبير زي الأستاذ محفوظ عبد الرحمن الله يرحمه وأستاذة كبيرة زي الأستاذ أينعم محمد علي الممثل بيفرق فنيا بالنص وبالدور اللي مكتوب بعناية وبالمخرج اللي يشوفه ويكون مؤمن بي وحاول يطلع ما هي لعبة جماعية ما للأسف مش مدركينه خارس دلوقت أنا بأشتغل لما بيجيلي شغل حتى لو الدور ما هواش كبير لكن الدور يبقى فيه حاجة أقدر أمثله أروح بالليل وانت يدري تفهمي هذا الكلام فرحان بمشهد أنا عمله عمل دماغ من المشهد عمل مجاز التعبير يعني يعملي حالة روآن يعني فني كده فراضي أنا راضي لأنه أنا مقتنع أنه مفيش حد بيعطل لحد حاجة ولا حد بيوقف لحد حاجة هو ده نصيبي اللي ربنا كاتبولي وقد يكون مش محاقة اللي أنا عايزه في الشغل بشكل يرديني فنيا لكن محاقة أن أنا ما بدخل اللوكيشن بيبقى ليه احترامي وليه وضعي من زميلي ومن الناس اللي قابلي ومن الناس اللي بعدي أن أنا الحمد لله مفضل ربنا علي محبوب من طول عمري من زميلي يعني أنا زميلي بتوع المعهد كلهم وانت عارف أنا عادت في المعهد كتير عشان كده منالده فاتي لكن هي أصغر مني لأن أنا عادت في المعهد 9 سنين لأني كنت بشتغل من أول ما دخلت المعهد وده خطأ على فكرة بالمناسبة يعني بنصح أي حد في المعهد فنونة أصرحية أو بيدرس عموما أنه يخلص السنين في موعدها يعني ما تتأخرش لأن التأخر ده هيعطالك بعدي آه بس يشتغل برضو يشتغل لأن أنا كنت بشتغل وبتخرج في معهدي بصي هقول لك وجهة نظري دلوقتي في موضوع الشغل أنا وجهة نظري أنه لو الأيام رجع التاني هخلص المعهد في أربع سنين ومش هشتغل في الأربع سنين ممكن اشتغل في سنة الرابعة بس فاكر القانون اللي كانوا حطينه في المعهد اللايحة كانت بتقول أنه طلبة ما يشتغلوش لا في أولى ولا في تانية ولا في تالتة يشتغلوا في رابعة بس أنا أنا ضد اللايحة دي أنا أختلف معاك يا أيمن في القصة دي لأنه معلش شي مش المعهد الواحد بيعلم التجربة بتعلم لأنه فيه إشكالية لما أنا ببقى في سنة أولى معهد أو تانية معهد وعمل أدوار صغيرة كده الخبرة الحياتية في الستوديو يعني إيه استوديو يعني إيه مخرج يعني إيه زميل يعني أتعامل إزاي بتثقلني إنسانياً وفنياً لاستعمل حاجة بقى غلط جداً هقولك عليها تجربة أكمل دي بس فإحنا عندين صالون مش مزيعة أو وضيف فبنتكلم براحتنا مع بعدينا فأما بتغلط وانت طالب غير ما بتروح تبتدي التجربة الحياتية وانت متخرج وتغلط فيقولك آه دي يا عم بتوع المعهد صدقني بتفرق في السوق وإحنا للأسف أحياناً ما بقاش في إنسانيا في التعامل مع الجداد وجهة نظر جديدة بالاحترام هقولك وجهة نظر الكنتر بتاعه إنه لما بتبتدي تشتغلي في سنة أولى كتير وتانية وده اللي حصل لي أنا دخلت أنا في أولى بعد أسبوعين كنت بعمل مسلسل زهراء الأندلس بطولة مع الأستاذ يوسف شعبان الأستاذ خالي الزاكي اخرج الأستاذ أحمد تنطوي الله رحمه في بعيد أولى كنت بعمل لا إله إلا الله بعمل أخ من إخوات سيدنا يوسف ثم بعدين عملت صبر يا عم صابر بدأت أشتغل بيحصل بقى العكس بيحصل تعالي من أنا عندي خبرة غير اللي أنا بأخذه في المعهد فببقى مش عايز اللي في المعهد ببقى حاسن أنا تصوري إن أنا رجعت بعد ما تخرجت الأذاكر اللي أنا أخذته في المعهد لأن أنا اكتشفت إن أنت تعلمي حاجات كثير جداً أه طبعاً فبتروحي لحتة تانية فأنا قصدي أقول إيه إنه لو تعمل إنه سنتين أو ثلاثة ما تشتغلش بره عشان تاخد الأصول والقواعد المزبوطة ثم تخرج تحتك بالعمل قبل ما تتخرج فيعمل اللي إنتي بتقولي عليه يعني نعمل حاجة وسط بين الوجتين للنظر هيعمل نتيجة كويسة بس الآخر إنه لازم كان الأربعة سينة يخلاص في أربعة سينة لا أيوة يعني أنا كنت بشتغل مع إيه أنا كنت بعمل أدوار مهمة مش عايز أقولك بطولات يعني بس كنت باجي المعهد بنسى منال الممثلة اللي بر بتعامل كطالبة بخرج بر أنا الممثلة فهمت فهي عايزة توازن من الشخص نفسه طيب نرجع لأيمن ابن الناس عايزة أقولك عايزة أقولك على حاجة إحنا دفعتنا كان فيها اتنين بس أو ثلاثة مع معربيات وإحنا طبعاً متكحراتين في الأوتوبيسات والميكروباسات والحجاب فابن الناس يا ناس برينس فأيمن ابن الناس اللي عادي معرفش فين وساكن فين وبالعربية الأخر موديل والحاجات دي إيه اللي حبيبك في الفن يعني أنا وأشباهي أنا ثقافة جمهرية مين مصرح جامعة مين كذا أنت جايمن سنوي على المعهد مظبوط إيه اللي خليك تقررك أيمن إن أنا أنا داخل المكان ده أنا عايز الحتة دي أقول لك الحقيقة دور كبير جداً لأمي ربنا يديها لعمر الصحة ويخليها لي يا رب لأن أمي غاوية أفلام تحب تفرج على الأفلام فكان يوم الجمعة تاخدنا وإحنا صغيرين ندخل نفتر وننزل نروح للسينما حفلة عشرة أيوة ثم حفلة واحدة ثم حفلة ثلاثة أوه ونتغدى بره ونرجع لبيت أوكي فخليتني أحب السينما وأنا في ابتدائي ده دور مهم جداً المدرسة لما يبقى فيه فريق تمثيل لما فريق موسيقى لما الحاجات دي كلها أنا كنت فريق تمثيل أنا كنت بلعب جودو كرياضة وكنت بفريق تمثيل في المدرسة في ابتدائي وإعدادي وسنوي فلما كنت في سنوية عامة كنت عايزة أدخل مع التمثيل وأمي كانت عايزاني أدخل يا إما الأكاديمية البحرية يا إما كلية الشرطة أطول بقى وكده ولذلك هي الغاية النهاردة حطى لي صورتي في مسلسل صبر يا مصابر لأنا كنت في الزابط أحمد حطى لي في البيت لأنها كان نفسها بقى زابط في الزابط أنا بحب كنت التمثيل لأنه فريق التمثيل في مدرسة هو اللي خلاني يحب التمثيل وبعدين دخلت المعهد ولا عشان المجموعية أيمن بصراحة؟ لا والله هيقول لك على معلومة وأنا وحاجة خطر جدا كنت بعملها أنا أمي كانت مصررة أنا ما أدخلش مع التمثيل أبويا الله يرحمه هو اللي كان موافق وبيقول ليعمل اللي أنت عايزه فكنت بسيب سؤال محلوش عشان ما أجيبش مجموعة لأن أنا عارف أن المعهد بياخد من 50% فكنت بسيب سؤال محلوش عشان ما أجيبش مجموعة عشان ما ترغمنيش لأن أمي كانت شديدة كانت شديدة قوي قوي يعني كانت شديدة بس بس خوف لما كبرتك تشافت أنها طيبة وغلبانا قوي بس هي كانت يعني خوف علي وأنا كنت شائي قوي الحقيقة يعني كنت شائي جدا أنا صغير وأنت كبير أيمن وأنا كبير أه بس لكن خلاص أبويا تشائي فقررت طب افرض الطوبة كانت في المعطوبة وما قبلكش في المعاد كنت تعام ليه بالمجموع الصغير؟ لا ما أنا كان عندي شهادات البطولات الرياضية فكانت تقدر تدخلني أنا أنا فكرة كنت هدخل أكاديمية بحرية كنت هدخل لأني قدمت في الاثنين يعني أنا لو كنت ما دخلتش في المعهد كنت هدخل مع يعني كاني أيما أكاديمية بحرية وقدمت في الاثنين أيما كليت شرطة بس لو كان ما فيش معهد كنت هدخل كلية شرطة كنت أحب أبقى ظابط طب لو رجع بيك الزمن يا أيما إيه اللي عملته في حياتك؟ ما كانش المفروض تعمله ما تعملوش مش لازم كل حاجة يعني قول حاجات منها بصي أنا المعهد كنت هخلصه في معاهده كنت هتجاوز في سن أصغر من اللي أنا جاوزت في أنا جاوزت عني 37 سنة كنت هتجاوز في سن أصغر من كده مش هو أنا صغير أو يعني مش 23 أو 24 إنما يعني كنت 28 في الحتة دي تقريباً ما كنتش هعمل أي حاجة بتاعت سن الشباب اللي أنا لما كنت صغير فيه وكان عندي يعني كنت شاب ووسيم ورياضي وبمثل ومشهور وعندي بكسب فلوس من شغلي فكنت بأعمل حاجات غلط غلط شقاوة ما كانتش لطيفة يعني كنت بأعمل حاجات غلط الحاجات الغلط دي أي حاجة كانت هتبقى بتزعر ربنا مني مكنتش هعملها قولاً وحيداً مكنتش هعملها أبداً حتى لو كانت لطيفة ومبهجة ولزيزة يعني لو الأيام رجت مش هعملها تاني أبداً قولاً وحيداً بتتعاطت زي مع السوشيال ميديا خصوصاً إنه قاعد يقولوا باباك رحمة الله عليه توفى من كورونا وإنت تقول لا يا جماعة ما توفاش من كورونا هما مصورين يتوفر من كورونا معين الكورونا دي مش حاجة عار يعني ده مرض ده ألف الوينز اسمها كورونا خلصنا يعني إيه السوشيال ميديا رأيك فيها بالهابل اللي حاصل فيها كله بصي أنا بالنسبة للسوشيال ميديا لسا مبارح أختي بعتالي بسالة على الواتساب بتقول لي أيما حاول ما اطلعش من الدائري عشان العمارة ميلة فمن غير ما فكر رديت عليها قلت لها دينا استني لما نتأكد من الخبر في قناة إخبارية مصرية تكون صدقة لأنه الحاجات دي بتتضرب وطلع الخبر مضروب فعلاً أنا طول الوقت متشكك في السوشيال ميديا لأن أنا بشوف حاجات بتتحط كأنها الصدق وأنا متأكد أنها الغلط فأنا ما بصدقش السوشيال ميديا غير لما أتحقق من أصل الخبر ده حاجة حاجة الثانية بالنسبة لأبوي الله يرحمه أنا أبوي جاله كورونا فعلاً في واحد سبعة وبعد ما وديته المستشفى بتاع العزل رجعت أنا عزلت نفسي في البيت 14 يوم فأنا قلت لما أبوي جاله كورونا قلت وعزلت نفسي في بيتي وكده يعني ده واجب وأمان قدام ربنا كبيراً المرة الثانية لما تعب وتوفى ما كانش كورونا فأنا قلت الحقيقة ما كذبتش يعني ودقيقت جداً أنه صحفي أقولك الصحفي ده أعمل فيه إيه؟ أنا كنت بصور مسلسل المسلسل الواجه الآخر وكنت داخل مسلسل تاني المسلسل التاني ما باتوليش أخافوا منه عاملنا عندهم حقاً طبعاً لكن بصي لأنه عايز يعمل خبر حراء أذاني في شغلي صح؟ طبعاً هو مرات كتير قوي صحفين ما يكونوش بيتحروا الدقة والأمانة عشان بس يعمل منشاة حلوة يخلي الناس تقرأ فيقول حاجات مش مظبوطة فيئذي الناس ده مش كويس خلص مش كويس لمهنياً ولا أخلاقياً ولا يرضي ربنا حتى يعني وبالمناسبة ده يخليني أرجع لحاجة مهمة قوي بالحاجات الكويسة قوي اللي تعملت في البلد دي في السنوات القليلة الماضية واللي تحسب لسيات رئيس عبدالفتاح السيسي علاج مرضى فيروسي أنا واحد لما كنت بروح معهد الكبد أو أروح لدكاترة بتوعي أو أروح أعمل الصنار الحاجات الدورية اللي بعملها وكنت الكبد في مرحلة متأخرة يعني الحمد لله ربنا أكرمني خفيت يعني كنت ببص وابقى شايف ناس ما حادش يعرفهم ما حادش من الناس يعرفهم غير مرضى الكبد وكنت يعني بطلب من ربنا لما أجي أمشي ما بقاش بالحالة دي فربنا طلع علينا علاج كان موجود في أمريكا على فكرة في الوقت ده بس كان بمليون جنيه فما كنت شقدر أجيبه أنا أبويا ساعتها أنا أنعرضت شاقتي للبيع شاقتي ساعتها ما كنتش تجيب 150 ألف كنت باليف فقررت أشحت الواحد لما كان حتى هيبيع بيته ما كانش عرف يجيب الدوا ده فالدولة وفرته لينا بأسعار زهيدة ثم بعد كده أصبح بالمجان وناس كتير قوي تعالجت بس الناس نسيت أنه حصل إنجاز عظيم جدا اسمه علاج مرضى بيروسي اللي كانوا بيموتوا ولا ما بيوتش منهم ضعيف مش قادر يعمل شغل وينجز عمله وكانوا بيقعدوا الناس حواليهم لأنه مش هما بس اللي بيموتوا يا أيمن وأهليهم بيتبقى خايف فطبعا إنجاز عظيم ولو ما كانش ما فيش حاجة حصلت الخمس ست سنين اللي فاتوا غير فيروس سي ده كفاية رغم كل الإنجازات كبيرة أعرف يعني إيه كويس أوي أنا كنت حاسس بإيه وأعرف أنا كنت بقت صحيتي عاملة إزاي وأعرف كويس أوي شكل عينين مراتي وهي بتبصلي أطبع وزميلي وكنت ببقى باصص يقولوا الدكاترة يقولوا إن المريض بيبقى زكي أوي أطبع بنبص وشوف أمي كانت عاملة إزاي تبتسم وشايف يعنيها بتبكي أبوي يا الله يرحمه وكان بيبقى حزين إزاي أهلي كلهم صحابي أنت مجدي كامل رياض كان باين عليه محمد رياض كان باين عليه خالص ما يشوفني كده قولي يا حبيبي واحظوني بالراحة عشان حاسنا بقيت ضعيف خالص وهزيل مجدي كامل نفس الحكاية أنت صحابي فالحمد لله إن ربنا أنا عملايا بالشفا ويتمم هلي بالستر وكل مريض نخرج بقى من الحلالة يعلمنا دراما في إحنا كنا بنتحك ونهارك نقل بكوميدي بقى نقل بكوميدي أيمن أنت زمان وإحنا طالب أنا فاكرة كنت تخاف تقف على خشف المسرح أه صح صح وأنا كنت بعديك الحماسة والحاجات وكده إيز فجأة بقى بعد كل ده قال إيه يبقى مدير المسرح أي مدير المسرح الكوميدي صح وعلى فاكرة بالمناسبة أيمن في الحال دمه شرباط وبتحقق المشاء الله لا قوة إلا بالله ما حقق نجاحات كبيرة أهل تفعري وبنامل بروباط لمسرحية أدواء المدينة سامح حسين التالي ما بتجيبنيش في مسرحية كوميدي إن ده على فكرة أنا دمي خفية أنا عارف طب إيه؟ هجيبك مسرحية كوميدي إيه ده؟ إيه ده؟ مش مع أخي أو حبيبي ويعمل فيها كده؟ نجاهز نص وأجيبك أنت ومها أحمد مع بعض أهل تكسر الدنيا نعمها دي جميلة حبيبتي طبا فأنت ما شاء الله عام المسرحية دي الوقتي مع الجميلة فاطمة الكاشف ومحمد الصوي مجموعة كبيرة من الفانين الجمال وما شاء الله في عز الهبة اللي إحنا فيه ده في كورونا مسرحية شغالة ومحققة أحكينا عن التجربة دي أي بصي عشان نكلم عن المسرح المسرح أنا كنت بخاف لأنه أول ما دخلت المسرح المعهد ما وقفتش على خشبة المسرح كنت بشتغل فيديو وسنة لغاية سنة رابعة اتزنقت كل سنة أزوغ من المشروع ومطلعش على المسرح عمله في القاعة لغاية سنة رابعة ما كانش عندي مخرج إن أنا لازم أعرض على المسرح فكنت خايف زي ما أنتوا عارفين جدا وكنت مرعوب وعدت تجربة سلمة غريب ضحكت علي وبعد ما تخرجت وخدت ورقة إيه قايت لي هاتي أوراق بتاعتني أنك خلصت الجيش والمعهد والبتاقة قلت لي ليه قايت لي فيه سفرية تابع المسرح هتروح للمغرب فهنقدم بيها علشان تاخد وهاتي صورة الباسبورت ده هكت علي ايه وخدت الورقة وقدمت لي في هيئة المسرح ايه وقدمت لي وفجأة تعينت في المسرح لما تعينت في المسرح تعينت اتأسست فرقة اسمها فرقة الغد بالعروض التجربية كان مديرها الدكتور حسين عبدالقادر أستاذنا في المعهد ايه طبعاً وكان رئيس البيت الأستاذ عبدالرطف الرعودة عبدالرطف الرعودة المطلع عليه والدكتور حسين عبدالقادر لففنا الأقليم ورحت حتة ما روحتهاش رحت مركز شامل الحبانية رحت ضمنهور رحنا مكتب تسكندريق لفينا بأوتوفيسات في الأقليم لزلت العبت الشعب لزلت وعرضت بقى في المعهد الأستاذ سعيدة عبدالغاني الله يرحمه فترة فبقت مسرح خلاص بقى عندي علاقة طيبة بيه لما جابوني مدير الفرقة فكرت بشكل كده يعني في كورونا طب أعمل إيه؟ قللت البدجت جدا وعملت عرض برقم مش كبير علشان أنا عارف أن أنا هشتغل على العدد محدود من الجمهور في الكورونا وفكرت أن هجي ممثلين شطار قوي يعملوا الشخصيات مضبوطة فاجي محمد متولي وجينا عملنا الرواية وكان فاطمة كاشف من أول الترشحات محمد متولي المخرج محمد متولي المخرج زمالنا في الغد وعملنا رواية لطيفة جدا ممثلين كلهم شطار بس أنا بقى كنت بعمل يعني شوية توازنات في إيه؟ أشوف اليوم اللي الدنيا فيه مش لطيفة اللي الدنيا أنت عارف المصرح الكوميدي مفتوح تقريبا مفتوح يعني فكنت بظبط معيد عشان أقدر أخلي في إيراد لأن أنا كمان عندي فكرة إنه ماينفعش أعرض ومبقاش في إيراد أنا عايزي بقى في إيراد حتى رغم أن أنا مش أكلف كتير لأن أنت بيتقدمي خدمة ثقافية في الأول وفي الأخر فإذا لم يتحقق وجود جمهوري بقى أنت ما عملتش شغلة مظموعة بس فأنا بحب الرواية دي قوي وعندنا رواية جديدة إن شاء الله أضواء المدينة إخرج إسلام إمام إن شاء الله بطولة سامح حسين وصهر الصيغ ومت حتيخة ومجموعة كبيرة من مصرح الكوميدي الوقت بيجري وعميزي أقولي في الكنترول نقوم نمشي كنت عايز أتكلم عن مراته حبيبتي نيفين نيفين أمر زملتنا يعني من زملتنا يا أستاذي طبعا أنا أنا بحبو في العالم الإعلام زي ما بيقوله بسرعة في 30 ثانية تعرفت من نيفين إزاي؟ نيفين إحنا شلة من الأول إحنا شلة صحاب يعني ومكانش فيها أي حاجة خالص بعد سنين طويلة بعد 10 أو 12 سنة بالصدفة كده تولدت شرارة الحب وحبينا بعضه وتجوزنا من أهم الأشياء اللي أنا ما منسهاش نيفين نيفين شلتني فترة صعبة من 2008 إلى 2016 تقريبا فترة مرض صخيفة جدا نيفين كانت يعني سند وظهر إلي فيها فهي دي ستة الجدعة المصرية الأصيلة ستة المصرية كده ستة الجدعة المصرية الأصيلة نيفين بحبك أنك وقفتي جنب أخويا أيمن حبيبي ومستحملاني غير درقتي ومستحملها يا نيفين ربنا يلا مكتوبها لك يا ابني للأسف فقرتنا خلصت أيمن حبيبي نورتني بجد وأنا محسيتش خالص إن في كاميرات والله العظيم ومش عايزة سيبك بس للأسف إحنا محددين بوقت وشرفتني ويا رب تقبل تشرفني تاني من شكر وأنا سعيد أنا كنت معكي النهاردة مرسي يا أيمن مرسي الأسف الفقرة خلصت خليكم معنا مكملين فقراتنا لكن بعد الفاصل